قررت اللجنة العامة لمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة مستشار حنف جبالي رئيس مجلس النواب استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج وهيتم ده في جلسات عامة متتالية نهاردة ان شاء الله هيلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان مهم جدا أمام مجلس النواب في جلسته العامة وهيستعرض في بيانه كل القضايا الجماهرية والملفات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بالاستثمار والتنمية والمشروعات القومية الكبرى اللي بتنفذها الدولة وبرنامج كمان الحماية الاجتماعية ومشروعات الاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والصنعة كمان هيلقي الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بيان أمام البرلمان في نفس الجلسة كل وزير منهم هيستعرض دور الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة تعالوا دلوقتي كده نروح نشوف كلمة رئيس مجلس النواب ونرجع تاني على طول استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء للحضور أمام المجلس لعرض الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة 2018 إلى 2022 وسوف يقوم مكتب المجلس بإعداد جداول أعمال الجلسات التي يحضرها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء على مدار عدة أيام بحيث تتضمن كل جلسة عامة حضور اثنين من الوزراء المعنيين لمناقشتهما في الموقف الحالي لتنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة كما سيتم اختار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهذه الجداول الخاصة بموعيد الحضور أمام المجلس مع التنبيه على السادة الوزراء بأن الحضور وجوبيا عملا بحكم المادة 136 من الدستور فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟